والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم في هذا الفيديو ان شاء الله سوف اتكلم عن موضوع او يمكن اعتباره كتحذير لتلاميذ باك 2023 لانه كثير من التلاميذ هم في غفلة عن هذا الامر وانا فقط اردت ان اشرح هذا النقطة بالذات لكي لا يقع التلاميذ في هذا الفخ فكما تعلمون فان عدة قنوات كالشروق والنهار قد سرحت واكدت ان التركيز سيكون فقط على الفصلين الاول والثاني اذا دخلتم معي لقناة الشروق او قناة النهار رايحين تشوفوا بلكين تصريح وما قال رسمي في قناتهم في صفحتهم الرسمية اونلاين ستجدونهم بانهم قالوا بانه فقط الفصل الاول والثاني ولم يذكروا تماما الفصل الثالث اوكي فبعد التلاميذ اتجهوا الى فكرة انه بما ان شروق والنهار وهي قنوات رسمية قد تكلمت واخبرتنا بانه هذا الفصل فقط ولم تتكلم عن الفصل التالي فهذا معناه انه الفصل التالي قد تم او الفصل التالي قد تم حذفه نهائيا من باكالوريا 2023 وهذا هو الخطأ الذي وقع فيه الاغلبية فالنقطة التي اريد التركيز عليها هي انه صحيح ان هذه القنوات لم تذكر الفصل التالي ولكن هذا ليس معناه بانه لا وجود للفصل التالي لانه وزير التربية والتعليم عندما صرح في القنوات لم يتكلم تماما عن وجود عتبة او عن وجود حذف او امتناع عن الفصل التالي لم يتكلم ابدا عن هذا الموضوع تكلم بكل صراحة وبكل شفافية وقال بان المواضيع ستكون في متنوى الجميع ستكون سهلة ستكون بسيطة ولكن لم يتكلم نهائيا عن هل هناك فصل التالي ام لا لهذا انا النصيحة لنعطيها التلاميدي بما انه الباكالوري راح للأبواب اتنسيون طيحوا في هذا الفخ اتنسيون توقعوا في هذا الفخ وهو انه بعض القنوات تقول خلاص مكاش فصل التالي انا اقول حتى في قناتي اذا دخلت للفيديوهات السابقة حتى اشرح ماذا يوجد انا لم اقول بانه تم حدف فصل التالت انا قلت بان الفصل التالت موجود وان يعني ان ركزوا عليه الاساتيدة سيركزون على الجزء الاول من الفصل التالت ولكن انا لم اقول بانه تم حدف الفصل التالت لهذا لازم تركزوا مليح عن الكلام الذي نقوله في الفيسبوك او في اليوتيوب يعني انه هناك فصل التالت ممكن حتى تكون هناك دروس فصل التالت الاخيرة يعني اخر درس في الفصل التالت ممكن يدخلكم لماذا ولكن ركزوا بكثرة على الدروس الاولى ولكن هذا لا يدل على انه ما لازمش قاعد تشوفوا في الدروس الاخيرة بالعكس شوفوا لي وركزوا لي حتى على الدروس الاخيرة مثلا حتى المقترحات اللي اعطيتهم لكم على سبيل مثال وركزولي بزاف على تكنولوغية تكنولوغية في اخر واحدة قواتلكم ركزوا لي على الدروس الاخيرة على موخير على عدة امور فهذه رهيم منهم وحدة الاخيرة من الفصل الثالت كذلك المقترحات عن انجليزية نفس الشيء المقترحات على الفرنسية قاتلكم ركزوا بزاف على لابيل يكون في الفصل الثالت مش في الفصل الاول ولا ثاني فأنا يعني لم أقول أبداً بأنه الفصل الثالث قد حدف وركزوا مليح وراجعوا كل شي يعني مش يجيكم واحد ولا يقولكم ما تراجعوش الفصل الثالث خلاص ما تراجعوش نون يفو غيفيزي ركزوا على كل شي ما زال بقيكم الوقت ما زال عندكم الوقت باش تغيفيزي وباش تراجعوه ويعني الاحتالي ما راش مراجع ترحوا تشوفوها يعني تاخدوا فكرة على الأقل فكرة عامة على كل الدروس على الفصل الأخير باش أنك يجيكم في الفصل أو يجيكم في الامتحان تكونوا مراجعين لهم